لماذا مجتمع التعلم المهنية؟ في هذه المحاضرة لدينا مجموعة من الأسئل الأساسية وبعض الأهداف وتعريف لبعض المفردات الضرورية الأسئلة لماذا يجب أن نكون مجتمع التعلم المهني؟ كيف يمكن للعمل التشاركي أن يؤثر على نجاح الطالب؟ وكذلك أيضا كيف يمكن للعمل التشاركي أن يؤثر على النمو المهني للداريين والمعلمين الأهداف اكتساب فهم أعميق لأهمية مجتمع التعلم المهنية وإسهامها في تحسين ممارسات المعلمين وزيادة تحصيل الطلاب تحديد خصائص مجتمع التعلم المهنية عالية الأداء والتي تكون فعالة المفردات لدينا مفردات مهمة يجب أن نتعرف عليها أولا مجتمع التعلم المهنية طبعا ثقافة المدرسة هي عبارة عن ثقافة داخل المدرسة تدرك وتستفيد من القوة الجماعية ومواهب الموظفين داخل هذه المدرسة من خلال استخدام الهياكل التعاونية التشاركية واستخدام الأمثل للوقت المخصص لللقاءات تعرف أيضا مجتمع التعلم المهنية بأنها مجموعة من المعلمين يعملون كمجتمعات بطريقة ثابتة ومرقزة يستخدمون استراتيجية تعلم قائمة على الثبات والدليل لتحسين فعالية في عملية تدريس داخل الصف وبالتالي تقود إلى تحسين نواتج تعلم الطلاب ويمكن أيضا معرفة بأنها عمل المهنيين داخل المدرسة أو في مجال التعليم يعملوا معا في اجتماعات منتظمة ومكررة حول أسئلة توسع عمليات التعلم مما يؤدي إلى تحسين ممارسات المعلمين والإداريين وقيادات المدرسة وبالتالي المساهمة في إنجاز تحصيل أعلى لجميع الطلاب المفهوم الثاني التشارك ما الذي نعني بالتشارك هو عمل مجتمعات المدرسية بشكل فعال بصورة جماعية لنصل إلى أهداف مشترك المصطلح الثالث الزمالة توجد الزمالة في المدرسة وأيضا في داخل الفريق وهي بارة عن أفراد يعملون مع بعضهم وليس بالضرورة لتحقيق أهداف مشتركة وإنما يعملوا مع بعضهم البعض المعيار أو القاعدة أو القواعد هي القواعد الأساسية التي وضعت لمجموعة تعتزم العمل معا البروتوكول يتكون من مبادئ توجيهية متفقة عليها لإجراء محادثات مركزة وفعالة طبعا تختلف البروتوكولات تبعا للغرض والنتيجة المرجوة من هذه المحادثات أو يمكن تعرف البروتوكول بأنه عمليات مساعدة للمجموعة للتوصل لفهم عميق من خلال عمليات الحوار الثقافة المدرسية تعرف بأنها مجموعة من الكيم والمعتقدات التي تنعكس في الطريقة التي تبدو بها المدرسة وسلوك أعضاء هي التدريس داخل المدرسة والطلاب وعملي وبالتالي ينطلق عليها ثقافة المدرسة